اللجنة لا يمكن لها أن تدافع عن مظلومية واقع عليها ومن واجب اللجنة مراقبة الأداء الحكومي ونحن نشخص كل هذا الخلل الموجود والمنظمات والتقارير التي تصلنا وتحليلات النشطاء والإعلام واضح جدا لا يمكن لي أن أختلف مع زملائي المشاركين بل بالعكس ممكن أقول أكثر من هذا الكلام السكن الصحة الانتهاك كل هذه موجود لكن قد يسأل ومن حقكم أن تسألوا إذن ما واجب اللجنة في هذا الأمر واجب اللجنة حقيقة في هذا الأمر أنه لحد الآن تلاقي اللجنة مصاعب وتعقيدات من الكتل السياسية عندما تحاول كشف قضية أو البد في قضية مهمة مثلا قضية والاختفاء القسري أنا التقيت مع اللجنة دولية من الأمم المتحدة وبدأنا كل ملاحظاتنا ونبهت الحكومة العراقية قلت للحكومة العراقية يا سيد رئيس الوزراء العراق مقبل على مساءلة دولية مستقبلا بسبب الانتياكات التي تحصل لكن للأسف الكتل السياسية والداعمين للعملية السياسية لا يريدون أبدا اللجوء إلى أي نقطة بهذا الخصوص للدفاع عن ما يحصل من التقارير و هذا الـ